اهلا بكم الجديد في حصة مغاربية بينما يتواصل الجدل بشأن اتفاق رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ان المجلس احال الى مجلس الدولة سبعة ملفات مترشحين لكل منصب سيادي ليختار الاخير ثلاثة او ثلاثة منهم على ان يتم تصويت عليهم داخل البرلمان قبل نهاية العام من جانبه قال المبعوث الاومي الى ليبيا عبدالله باتيلي انه سيعمل على عقد لقاء مع قادة مجلسي النواب والدولة للدفع بتفاهمات الرباط وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اعلن من الرباط اتفاقهما على توحيد السلطة التنفيذية في اقرب الاجال والتواصل الى اتفاقات بما يتعلق بالمناصب السيادية جدل واسع في ليبيا اثاره الاتفاق الذي اعلن في المغرب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بشأن المناصب السيادية وتشكيل حكومة موحدة بين مراحب ومستنكر لهذه التفاهمات توالت ردود الفعل وسط تساؤلات عن امكانية ان تحدث اختراقا في الازمة الليبية التي طال امدها خاصة في ظل الاستعصاء السياسي والدستوري المرتبط بالانتخابات والانقسام الحكومي وعلى واقع هذا الجدل قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ان المجلس احال الى مجلس الدولة سبعة ملفات مترشحين لكل منصب سيادي ليختار الاخير ثلاثة منهم ويتم التصويت عليهم داخل البرلمان قبل نهاية العام وعلى الرغم من ترحيبه باتفاق صالح والمشري الا ان المبعوث الاممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي اكد خلال احاطته امام مجلس الامن ان الانتخابات الليبية قد تتأجل لعدم وجود اجراءات ملموسة بالمصار الدستورية فضلا على الخلافات العميقة بشأن انهاء الوضع الراهن الوضع في ليبيا يستدعي بسطة الشرعية ويجب تنظيم الانتخابات في اقرب وقت ساعزز المشاورات مع الجهات الفاعلة كما ساعقد لقاء مع قادة مجلسي النواب والدولة للدفع بتفاهمات الرباط والاتفاق على التدابير القانونية والدستورية والامنية لعقد الانتخابات في اقرب فرصة ممكنة اتصاقا مع تموحات الشعب الليبي اختلاف التأويلات داخل ليبيا لفحو التفاهمات بين صالح والمشري يطرح تساؤلات بشأن الابعاد السياسي وراء هذا الاتفاق لا سيما في ظل مسارعة الاتبيبة الى الاعلان عن رفض الاتفاق المفاجئ بين مجلسي الدولة والنواب نرحب بضيفينا بن بلغازي السيد فرج زيدان الكاتب والباحث السياسي ومن طرابلس السنوس اسماعيل المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الاعلى للدولة الليبية اهلا بكم ضيفان على شاشة الغد ابدأ معك السيد سنوس اسماعيل هل يؤدي اتفاق صالح والمشري الى تحريك المياه الراكدة في المسار السياسي ام سيكون كسابقيه من الاتفاقات تحية لكم طيبة ولضيفك ولكل السادة المشاهدين اهلا وسهلا بكل تأكيد في ظل هذا الجمود السياسي الذي يعني اصبح يشكل خطر كبير على الدولة الليبية مضاف اليه سباق على ما يبدو للتسلح وليعسكرة الحل في ليبيا من خلال مناورات في شارق ليبيا وغربها فهذه كلها الحقيقة تعطي مؤشرات بان هناك ربما نذر عودة الى الاحتراب والى العنف في فترة قريبة ما لم يتم يعني كسر الجمود السياسي الحاصل حاليا واعتقد بان جلسة او اجتماع المغرب في الرباط بين مجلسين يعني هو بكل تأكيد يبعث على الاقل نوع من الامل في ان تعود العملية السياسية الى مجراها الطبيعي بحيث يكون لدينا مسار سياسي وايطار دستوري يمكن ان نصل بذلك الى الانتخابات فيما يخص المناصب السيادية طبعا هي استحقاق بالاساس يعني نتحدث عن مجالس منقسمة وشخصيات لها منذ عشر سنوات او اكثر في نفس المنصب وهذا ربما اصبح يعني الحقيقة يشكل يعني باب للتوتر بين الليبين سواء من ناحية السياسية والجغرافية وبذلك فإن اتفاق بوزني يعتقد ان احياء هذا الاتفاق يمثل نقطة ايجابية في صالح عودة العملية السياسية من جديد لتدور العجلة وربما يكون هناك حل حلة لهذا الوضع القائم حالي سيد فرج زيدان دبيبة رفض الاتفاق المبعوث الامامي الجديد عبدالله باتيلي ربما ثمن ذلك وربما بارك هذه الخطوة الى اي حد يمكن ان يترجم هذا التوافق توافق مجلس النواب والدولة على الارض ويتم تنفيذه بداية انتحية لحضرتك ولضيفك الكريم ولكل السادة المشاهدين اعتقد بان تصريح دبيبة يدينه اكثر ويبعث الريبة والشك في الداخل الليبي وكذلك بالنسبة لاطراف كثيرة في المجتمع الدولي بان دبيبة لا يحترم كثير من التعهدات بما فيها اتفاق جينيف نفسه الذي ينص على ان المجلسين مجلسان النواب والدولة هم الذين يعني بامكانهما ان يتوافقا بشأن مصار السلطة التنفيذية وفيما يتعلق بالمناصب السيادية الان وتصريح دبيبة في هذا التوقيت الان يؤكد بان الرجل سيبقى موجود في السلطة وبانه سيرفض عملية الانتخابات وهذه لا تصب في اطار تحقيق مسألة السلام وتثبيت مبدأ وقف اطلاق النار خاصة بان المسألة ترتبط في اطار تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية الان ومسألة حاجة اوروبا للطاقة وفتح مسارات بديلة في اطار مبدأ تنويع مصادر الطاقة ويعتبر المصار الليبي يعتبر مهم جدا وهذا ما اكد عليه خاصة بالنسبة لألمانيا بشكل سيد فرج زيدان كلمة من ستعلو او صوت من سيعلو هناك اتفاق بين مجلسين كنا ربما نستبعد ان يتوافقا في يوم من الايام هناك ترحيب من البعثة الامامية صحيح وايضا دبيبة لديه الصديق الكبير ربما هو ايضا كفته ثقيلة من سيعلن كلمته الاخيرة هنا يعني اذا ما اردنا نتكلم من خارج الصندوق وبشكل عميق واستراتيجي في هذه النقطة انا اعتقد بان هناك يعني مقاربة تدعمها الولايات المتحدة الامريكية وهذا الاجتماع الذي تم في المغرب هو يتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية والولايات المتحدة الامريكية تعمل نعم بالتنسيق مع الجانب المصري والجانب التركي خاصة بان مسألة التصعيد الذي حصل بعد مذكرة التفاهم التي تمت مع تركيا الآن اصبحت مزعجة وإليك ما حصل من تصريحات بالنسبة لمصر وبالنسبة لليونان وأطراف كثيرة جدا حتى الولايات المتحدة الامريكية انا اعتقد بان كل هذه النقاط الآن تشكل حزم في اطار التعديل القادم انا في تقديري الآن يبدو ان هذه المقاربة التي تدعمها الولايات المتحدة الامريكية والتي جرت تفاهم بشأنها مع مصر ومع تركيا الآن ومازال يتم الحديث بشأن استكمال آلياتها وتفاصيلها الآن تذهب باتجاه حكومة جديدة بديلة عن حكومة فتح بشاغة وحكومة عبد الحميدة بيبة وتشكيل مجلس رئاسي جديد وهذا الامر طبعا ما سيخدم المجلسين وسيضمن لهم مزيدا من التمديد ومزيدا من البقاء الآن لكن انا في تقديري بان هذه الخطوة الآن لابد ان يسبقها بمعنى تفعيل المصار الامني في اطار مسألة تنفيذ الترتيبات الامنية وخراج القوات الاجنبية ونظرا لان هذه المسألة قد تطول الان انا في تقديري بان مسألة الحديث عن التوجه باتجاه سرط وادارة دفة الامور من هناك ستكون مسألة مهمة جدا خاصة فيما يتعلق بمسألة مصرف ليبيا المركزي وباقي المناصب السيادية اما مسألة توطين هذه الحكومة الجديدة واستمرارها في طرابس سيؤدي بنا الى العودة الى مربع سفر وسنكرر مسألة المراحل الانتقالية التي لا نهاية لها خاصة وبان استمرار السلطة ومصرف ليبيا المركزي سيؤدي الى تضخيم ظاهر الميليشيات التي لم تقبل اذا نحتاج نحن في نهاية العمر الى ادارة الدولة خارج طرابس هذا ما كنا نتكلم عنه اكثر مرة في امكانية تنفيذ ذلك لحساسية هذه المناصب ومن يعتليها سيد سنوسي المتحدث باسم مجلس النواب اعلن احالة اسماء المرشحين للمناصب السيادية الى مجلس الدولة هل تتوقع ان يتم التصويت عليهم قبل نهاية العام كما اعلن نعم هي هذه الحديث هنا يدور عن الالية الاختيار الرؤساء وعضاء مجالس المؤسسات السيادية من خلال الترشيحات التي وردت الى مجلس النواب او مجلس الدولة بحسب الاتفاق بوزنية فاعتقد ان هذه الالية الحقيقة انها الية شفافة وتتيح الفرصة امام الجميع لان فيها نوع من التوزيع الجغرافي مع مرعاة بكل تأكيد عنصر الكفاءة حسب المؤسسة وحسب المنصب ان كان رئيس او ان كان عضو مجلس ادارة فكلها يعني اعتقد بانها ربما تشير الى بداية عملية كانت موجودة سابقا ولكن توقفت لسبب او لاخر من خلال يعني بعض الخلافات بين المجلسين حول بعض الجمالة الجزئية في التنفيذ فيمكن ان نتحدث هنا عن بداية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين رئيسي مجلس النواب والدولة في المغرب طيب سيد فرج زيدان هل الاتفاق بشأن مناصب السيادية بين مجلس الدولة ومجلس النواب يماهد الطريق مستقبلا لتوافق بشأن القاعدة الدستورية انا في تقديري بان هذه هي العقدة تحديدا خاصة في مسألة ان شروط الترشح فيما يتعلق مسألة مزدوجين جنسية وترشح العسكرين انا اعتقد بانها نقطة ستكون يعني عالقة ايضا هذه المسألة اكدها خالد المشري يبدو انه في اطار التطمينات للمجموعات التي تدعم خالد المشري في طرابلس والاطراف الدولية التي تدعم المشري الان اكد بانها نحن بالنسبة لنا شروط منع الترشح العسكريين ومزدوجين جنسية وصفها بانها خط احمر ولا يمكن القبول في مسألة الحديث عنها او المساومة فيها هذه المسألة اعتقد بانها ستكون موضع خلاف شديد جدا مع المستشار عقيلة صالح الآن لان المستشار عقيلة صالح الآن يرى بان لابد ان نحن الآن مقدمين على انتخابات لربما تكون في اطار مرحلة انتقالية جديدة الآن وهذه المرحلة لابد ان تكون تشمل الجميع لان الخوف الآن يعني هو يجمع ما يعتبر كما يقولون عامل مشترك ما بين الجميع الآن وهناك تداخل الآن بين الشأن السياسي والشأن العسكري ونحن لسنا في دولة في ظروف عادية الآن والمسألة الأخرى ادخال الجميع الآن بما يقبل او بما يضمن قبول كافة اطراف الصراع بنتائج العملية بنتائج العملية الانتخابية فيما بعد الآن لكن انا في تقديري بان هذه النقطة ستظل عالقة اذا نحن في تقديري اذا ما اردنا احسننا التوصيف بان يبدو ان المجلسين خالد المشري وعقيلة صالح يريدان الذهاب باتجاه الاتفاق على مرحلة انتقالية اكثر من مسألة التوجه باتجاه القاعدة الدستورية في اطار التمديد لعمر المجلسين وفي اطار يبدو ترتيب صفقة نوعا ما بين رئيسي المجلسين انا اعتقد بان هذا هو الذي يفكر فيه الان رأس المجلسين مجلس الدولة ومجلس النواب لكن انا في تقديري الان المهم اذا ما اردنا ان نحقق نوع من الازاحة في المشهد وحلحلة في المشهد الان بان السلطة الانتقالية القادمة الان يجب ان تخرج خارج هذا المكان الان بما يعني يمنع من وقوعها تحت التأثير الاجنبي والنفوذ التركي تحديدا وبالاضافة الى ذلك بما يضمن عدم يعني اقاحها تحت ابتزاز الميليشيات المسلحة فرج زيدان الكاتب والباحث السياسي اشكرك كنت معنا من بنغازي واشكر ايضا السيد السنوسي اسماعيل المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الاعلى للدولة الليبية كنت معنا من طرابلس شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة